الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي لا يبلغ وصف صفاته الواصفون ولا يُدريك كُنها عظمته المتفكِّرون ويُقِرُّ بالعجز عن مبلغ قدرته المعتبرون الذي أحصى كل شيء عددًا وعلما ولا يُحيط خلقه بشيء من علمه إلا بما شاء خضعت له الرقاب وتضعضعت له الصعاب أمره في كل ما أراد ماض وهو بكل ما شاء حاكم قاض إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كُن فيكون ذو الرحمة والطول وذو القوة والحول الواحد الأحد له الملك وله الحمد ليس له شريك ولا شبيه جلَّ عن التمثيل والتشبيه لا إله إلا هو إليه المصير نحمده بما هو أهله في الآخرة والأولى ونشكره على نعمه التي لا تُعد ولا تُحصى ونستغفره استغفار من خاف ورجى وأيقن أن إليه الرُّجعا والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً وهدى مُحمد بن عبد الله النبي المُصطفى والرسول المُجتَبَى وعلى آله وصحبه أولي الفضل والنُّهى ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم المُنتهى أما بعد فأُوصيكم ونفسي أيها الناس فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي وصيَّة الله للأولين والآخرين ولقد وصَّينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتَّقوا الله فمن أخذ بالتقوى وخالف النفس والهوى فقد استمسك بالعُروة الوثقى وإلى مراتب الإحسان ارتقى وسعِد في الدارين ونجأ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى معاشر المسلمين إن من تمام نعمة الله على عباده أن نصب لهم للحق مناراتٍ وبينات من الدلائل والآيات يهتدي إليها من وفَّقه ربُّ الأرض والسماوات فمن أطلق بصره في الكون وتفكَّر وأمعن النظر في كتاب الله وتدبَّر علم أنَّ الله خلق الناس على الفطرة السوية ودلَّهم عليه بالآيات الكونية وأرسل إليهم الرُّسُل بالحُجَج القوية فسهَّل لعباده الساعين إلى مرضاته سبيلا فأقرُّوا له بالعبودية وحذَّر سبحانه من عصيانه النفوس الغوية عباد الله إنَّ إخلاص العبادة لله وإقامة الدين وصيَّة الله لأنبيائه ورسُله عليه الصلاة والسلام فقد وصَّى بذلك نوحًا وإبراهيم وعيسى وموسى الكليم ومحمدًا خاتم النبيين والمرسلين فقال في محكم التنزيل شرع لكم من الدين ما وصَّى به نوحًا والذي أوحينا إليك وما وصَّينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرَّقوا فيه وقد تضافرت الآيات في ترسيخ هذا المعنى إعادةً وتأكيدًا فما من رسولٍ بعث في أمَّه إلا وقد صدَّر دعوته بهذا الأصل العظيم ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أيها المسلمون لقد دلَّت نصوص الوحيين على عظم أمر التوحيد وكونه أصل الأعمال وأساسها فإن وجد قُبلت وإن عُدم تبدَّدت كما بيَّنت أن الشياطين ما فتئت تترصَّد لبني آدم تجتالهم وتغويهم عن دين الله وإخلاص العبادة له وقد أقسم إبليس على ذلك كما حكى الله عنه في كتابه قال فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ وفي الحديث القدسي يقول الله سبحانه إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرَّمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يُشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا أخرجه مسلم أيها الناس إن أول نداء للناس أجمعين في كتاب الله المبين هو قول رب العالمين يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وإن أول نهي لهم هو قوله تعالى فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ففي قوله تعالى أُعْبُدُوا رَبَّكُمْ أَمْرٌ بِالتَّوحِيد وفي قوله فَلَا تَجْعَلُ لِلَّهِ أَنْدَادًا نَهْيٌّ عن الشرك وقد تكرَّر هذا الأسلوب في الذكر الحكيم ومن ذلك قول العزيز العليم وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فصرَّح بالإثبات بقوله وَاعْبُدُوا اللَّهِ وَحَذَّرَ مِنَ الشِّرِكِ بِقَوْلِهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فَبَدَأَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى خِطَابَهُ بِإِثْبَاتِ التَّوْحِيدِ الْخَالِصِ لَهِ وَخَتَمَهُ بِنَفِي الشِّرِكِ الْمُنَزَّهِ عَنْهُ تَوْجِيهًا لِلْعِبَادِ إِلَى تَحْقِيقِ الْأَمْرَيْنِ وَالْجَمْعِ بَيْنَ الْمُتَلَازِمَيْنِ وهذا هو معنى لا إله إلا الله فكونوا عباد الله من أهلها الذين حققوا شروطها فأثبتوا ما أثبتت ونفوا ما نفت ووحدوا الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته بلا تمثيل ولا تكيف ولا تحريف ولا تعطيل عباد الله ثم امتنَّ الله عز وجل على عباده بما سخره لهم في السماوات من نعمه العظيمة وألائه الجسيمة مما ينتفعون به في حياتهم حالًا وما آلًا فقال سبحانه الذي جعل لكم الأرض فراشًا والسماء بناءًا وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقًا لكم حيث ذكر سبحانه قرار العالم وهو الأرض وسقفه وهو السماء وأصول المنافع وهو الماء الذي أنزله الله من السماء ثم قال فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون فتأمَّلوا يا عباد الله فتأمَّلوا يا عباد الله هذه النتيجة وشدَّة لزومها لتلك المُقدِّمات قبلها قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية أي لا تُشركوا به غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه لا ربَّ لكم يرزقكم غيره وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه وفي الصحيحين عبد مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أيُّ الذنب أعظم فقال أن تجعل لله لدًّا وهو خلقك فالتوحيد يا عباد الله مُبتدأ الأمر ومنتهاه وانتظام خلق السماوات والأرض قائمٌ على توحيد الله قال جل في علاه لو كان فيهما آلهةٌ إلا الله لفسدتاً فسبحان الله رب العرش عما يصفون عباد الله إن حاجة العباد إلى ربهم في عبادتهم إياه وإنابتهم ليست بأقل من حاجتهم إليه في خلقه لهم ورزقهم وإن افتقارهم إليه في معافاته لأبدانهم وستره لعوراتهم وتأمينه لروعاتهم ليس بأعظم من حاجتهم إليه في توفيقهم لطاعتهم وإعانتهم على شهواتهم بل حاجتهم إلى محبته والإنابة إليه والعبودية له أعظم فإن ذلك هو الغاية المقصودة من خلقهم وهو المطلب الأفخم لإيجادهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فلا نجاح ولا صلاح ولا فوز للعباد ولا فلاح إلا بالتوحيد وإقامة الدين واجتناب الشرك فالشرك يا عباد الله هو أعظم نهي نهان الله عنه قال الله سبحانه إن الشرك لظلم عظيم وقال عز من قائل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا واعلموا رحمكم الله أن الشرك نوعان شرك أكبر لا يغفره الله وهو عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة من دعاء ونذر وذبح وسجود وخضوع وغير ذلك مما لا يُصرف إلا لله وشرك أصغر وهو ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر كري والحلف بغير الله أمة الإسلام ولما كان القرآن معدن التوحيد ومنبعه ومصدر الإيمان ومرجعه نفرت منه نفوس من أشربوا في قلوبهم الأنداد وضرب الهوى بينهم وبين الهدى أصلب الأسداد فكانوا في أحكامهم عليه في أمر مريج فكروا وقدروا فلم يتمخض جهدهم إلا عن رأي خديج وقد تحداهم الله جل في علاه أن يأتوا بسورة مثله فعجزوا وفي دائرة الإبلاس الحجزوا قال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فاستولى العجز على بيانهم وأحاط بهم العي من كل جوانبهم ثم حسم الباري جل وعلا نتيجة التحدي بقوله فإن لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين معاشر المسلمين إن هذا الترتيب القرآني البديع دالٌ على أن أعظم مصدر لمعرفة التوحيد هو هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيمٍ حميد وقد برهن ابن القيم رحمه الله على هذا التقرير بقوله كل آيةٍ في القرآن فهي متضمنةٌ للتوحيد شاهدةٌ به داعيةٌ إليه فإن القرآن إما إخبارٌ عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري وإما دعوةٌ إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي وإما أمرٌ ونهي وإلزامٌ بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته وإما خبرٌ عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهذا جزاء توحيده وإما خبرٌ عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحلُّ بهم في العقبة من العذاب فهو خبرٌ عن من خرج عن حكم التوحيد وليس تحت أديم السماء وليس تحت أديم السماء كتابٌ متضمنٌ للبراهين والآيات على المطالب العالية من التوحيد وإثبات الصفات وإثبات المعاد والنبوات ورد النحل الباطلة والآراء الفاسدة مثل القرآن فإنه كفيلٌ بذلك كله متضمنٌ له على أتمِّ الوجوه وأحسنها وأقربها إلى العقول وأفصحها فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك انتهى كلامه رحمه الله فمن تحدَّ هذا القرآن فقد باء بالخسران وتدهدَها في دركات الخذلان وحُكِم عليه بالهوان فالقرآن الكريم معجزٌ في ألفاظه وتراكيبه معجزٌ في نظمه وأساليبه معجزٌ في خطاباته وأحكامه ومضامينه معجزٌ في حُججه وبراهينه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضٍ ظهيرًا عباد الله نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسُنَّة نبيِّه محمدٍ صلى الله عليه وسلم وأقول قولي هذا وأستغفِر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنبٍ وخطيئة فاستغفِرُه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشُكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا وبعد معاشر المؤمنين لقد وعد الله عباده الموحدين وبشَّرهم بجناتٍ تجري من تحتها الأنهار فنعم عُقب الدار وتوعد من أشرك به غيره وخالف أوامره وارتكب نواهيه بعذاب النار فبئس القرار فعن جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ فقال يا رسول الله ما الموجِبتان فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يُشرك بالله شيئًا دخل الجنة ومن مات يُشرك بالله شيئًا دخل النار رواه مسلم أيها المؤمنون إن في وعد الله للموحدين الممتثلين لأوامره بالجنة لتحفيزًا عظيمًا على امتثال ما شرع الله وأمر وعوناً كبيرًا للكفِّ عما نهى عنه وزجر وإن القرآن الكريم والسنة النبويَّة لحافلان بوصف الجنة التي هي موعود الله لعباده الموحدين الطائعين فقد قال الله مبشِّرًا عباده المؤمنين وبشِّر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار كلما رُزِقوا منها من ثمرةٍ رزقًا قالوا هذا الذي رُزِقنا من قبل وأوتوا به متشابهًا ولهم فيها أزواجٌ مطهَّرة وهم فيها خالدون فالجنة دار الأمن والأمان لا غلَّ فيها ولا تدابر ولا خصام دعوى المؤمنين فيها سبحانك اللهم وتحيَّتهم فيها سلام لا نصب فيها ولا صخب ولا يُخرج أهلُها منها ولا يمسُهم التعب بل هي حبورٌ وسرور لا خوف فيها ولا حزنٌ ولا ثبور يا عبادي لا خوفٌ عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أُدخُلُوا الجنة أنتم وأزواجكم تُحبَرون إنه الفوز العظيم إنه الفوز العظيم الذي لا فائدة من فوزٍ دونه ولا طائل وكلُّ ضفرٍ سواه فمتاعُ غرورٍ وظلٌ زائل فمن زُحزِح عن النار وأُدخِلَ الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاعُ الغرور عباد الله إن الخسارة العُظمى والخيبة الكُبرى دُخولُ النار فهي دارُ البوار قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المُبين لهم من فوقهم ظللٌ من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يُخوِّفُ الله به عباده يا عباد فاتقون نسألُ الله العافية والنجاة من النار ونسأله أن يجعل الجنة مأوانًا مع المُتقين الأخيار عباد الله هذا وصلُّوا وسلِّموا على النبي المختار وسيِّد الأبرار فقد قال ربُّكم في كتابه آمِرًا لكم إن الله وملائكته يُصلُّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليما فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على نبينا محمدٍ خاتم النبيين وعلى آله الطيِّبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وارضَ اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وعنَّا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك الثبات على التوحيد حتى نلقاك وأنت راضٍ عنا وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ونسألك الجنة وما قرَّب إليها من قولٍ وعمل ونعوذُ بك من النار وما قرَّب إليها من قولٍ وعمل اللهم عزَّ الإسلام والمسلمين اللهم عزَّ الإسلام والمسلمين اللهم عزَّ الإسلام والمسلمين وحمِّ حوزة الدين واجعل هذا البلد آمِنًا مُطمئنًا رخاءً وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك لإمامنا ووليِّ أمرنا خادم الحرمين الشريفين ووليِّ عهده وأعوانهم التوفيق والسداد والعزَّ والتأهيد والرشاد واجزِهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء يا رب العباد إنك أنت الكريم الجواد اللهم وفِّق ولاة أمور المسلمين لكل ما تُحبُّ وترضى واجمع كلمتهم على الحق والهُدى يا رب الأرض والسماء اللهم انصُر جنودًا على ثغورنا اللهم انصُر جنودًا على ثغورنا واحفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وانصُرهم نصرًا عزيزًا مُؤزَّرًا يا رب العالمين اللهم ارحم شهداءهم واشف جرحاهم واحفظهم في أنفسهم وأهليهم وذُرياتهم إنك سميع الدعاء اللهم أبرم لهذه الأمة أمرًا رشدًا يعزُّ فيها لطاعة ويُهدى فيه أهل المعصية اللهم فرج هم المهمومين ونفِّس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين اللهم آتِنا في الدنيا حسنة وفي الآخرات حسنة وقِنَ عذاب النار ربنا تقَبَّل منا إنك أنت السميع العليم واغفِر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيظُكم لعلكم تذكَّرون فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكُركم ولذكر الله أكبر وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فَجَعْلَهُ غُثَاءً أَحْوَى سَنُقَرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبطى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المأضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم وإلى أكبر نهاية submitt